حلقة جديدة في مسلسل التهجير والتغيير الديمغرافي في العراق تشهده محافظة ديالا هجمات شنتها الميليشيات على قرى قضاء المقدادية وخاصة قريتين نهر الإمام والهواشة التين أفرغتا من ساكنيها واستلمت الميليشيات زمام السيطرة عليها أكثر من 350 عائلة توجهت إلى مناطق القاطون والتحرير وخانقين بعد عمليات إعدام ميدانية وتجريف البيوت والبساتين ومات لهما من عمليات قصف بقذائف الهاون استهدف قرى شوك الريم والعبار والحروب وغيرها في منطقة إمام ويس وفيما بدأ أنها محاولة للاعتراف بعمليات التهجير تلك اقترحت وزارة الهجرة والمهجرين نقل النازحين إلى مخيم في خانقين ومنحهم دفعة مالية قدرها مليون ونصف مقابل بساتينهم ومنازلهم وممتلكاتهم التي أحرقت السيناريو الذي حدث في ديالا عقب الهجوم الذي وقع في قرية رشاد ليس جديدا فقد تعود الأهالي أن يدفعوا ثمنا باهظا لأي خرق أمني أو صراع سياسي لا سيما في ذروة التنافس على مكاسب الانتخابات ويؤكد رئيس مجلس قضاء المقدادية عدنان التميمي أن المشاكل السياسية والفساد في المؤسسات العسكرية والأمنية في ديالا والصراعات الحزبية على المناصب كلها أسباب تؤدي في النهاية إلى تراجع الأمن في مناطق المحافظة لا طالما تعرضت قرى ديالا لهجمات متكررة من قبل الميليشيات عبر القصف والاغتيالات والاعتقالات العشوائية فيما تؤكد منظمات حقوقية أن الهدف من تصعيد الهجمات هو التغيير الديمغرافي وما يزيد من خطورة الأمر هو اتخاذ الحكومة قرارا بإقالة قائد شرطة ديالا واستبداله بقائد من فرقة الرد السريع ينتمي لميليشيا بادر التي تتولى السيطرة على تلك المناطق وتتحكم في قرارها الأمني مراقبون أكدوا أن الاستهداف المتكرر لديالا يأتي كونها تمثل مؤشر لاستقرار العراق حيث تحملت جزءا كبيرا من عمليات العنف الطائفي والتغيير الديمغرافي منذ عام 2003 وحتى اليوم كونها تقع على حدود إيران لكنها ذات غالبية سكانية لا تناسب المزاج الإيراني وما حدث في الانتخابات الأخيرة من خسارة الميليشيات لمكاسبها لصالح أخرى لا تقل عنها فسادا استدعى العبث مجددا بالخاصرة الرخوة في الجسد العراقي الذي تريد الميليشيات أن تنهش منه المزيد خدمة للأجندات التي تعمل لأجلها